فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال المؤلف رحمه الله وقال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده نعم ما لكما سبق أن ناس تكلموا في القدر وهل يتعارض مع الشرع أو لا يتعارض ولماذا نعمل وقد سبق القدر ونحوا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا فهذا دليل على الغضب عند إنكار المنكر ولسيما المنكر الذي يتناول كتاب الله سبحانه فيجب الغضب عند ذلك والإنكار على من دخل فيما لا يحسنه لأنه يقول على الله بغير علم وفي هذا رد على الذين يقولون حرية الرأي الآن نادون بحرية الرأي حرية الفكر وحرية الفكر وأنه لا حجر على الناس نقول نعم للإنسان يفكر للإنسان يبدي رأيه ما فيه مانع لكن ما خالف إذا خالف الرأي أو الفكر خالف الكتاب والسنة فإنه يجب رده فإنه يجب رده هما أن يقال أن كلهم مصيبون وكل له رأيه كل فهذا لا يجب هذا من الخروج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقول نعم أبدو أفكاركم أبدو آراءكم ما فيه مانع لكن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله في هذه الآراء الله جل وعلا يقول فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله